لعب خط الوسط أنهم يمرروا التمريرات الحاسمة هذه التمريرات الحاسمة إذا تحولت إلى أهداف فسيمتدح لعب خط الوسط أعتقد أنه أدى بشكل طيب وبالفعل يستطيع أن يأخذهم إلى الكأس ولكن بمساعدة لعبين آخرين لأن الأمر لا يتعلق بفرد هو له مجموعة لعبين حوله وأعتقد أن لديه الفرصة أن يذهب إلى النهائي مباراة منتخبنا الوطني النهاردة أمام موزنبيق أكيد حابب أسمع وجهة نظرك عن أداء المنتخب الوطني بتاعنا النهاردة أعتقد أنها قريبة تشبه بنيجيريا أو بظروف مباراة نيجيريا عندما تكون مرشحا وتدخل مباراة فأنت موجود تحت ضغط خاصة في المباراة الأولى وبالتأكيد نحن نعرف جيدا أن مصر واحدة من الدول المرشحة وهذا رأيي أيضا في هذه البطولة تحديدا وكلنا نعرف عندما نتكلم نتكلم عن محمد صلاح وهو يرغب في تحقيق نجاح مع منتخبه الوطني وهذا يضعه تحت ضغط ويضع الفريق أيضا تحت ضغط ولكن إذا كنت تواجه فريق ليس لديه ما يخسره فالأمور تصبح شديدة الصعوبة بالتأكيد وهذا ما حدث أمام موزنبيق ولكن عليك أن تتعلم من الدرس والأمر يتطلب فريق قوي وجيد أن يعود في النتيجة ويعود في الأداء أيضا النهاردة طبعا غانا اتغلبت النهاردة من كابفردي 2-1 ولقاء المنتخب الوطني مع المنتخب الغاني يوم الخميس القادم بخبراتك الطويلة في بطولات إفريقيا شايف سيناريو المباراة هيمشي إزاي بين منتخب مصر اللي بيسعى أكيد لتحسين موقفه في المجموعة ومنتخب غانا الذي لم يحصد أي نقاط بعد مباراته الأولى هو موقف مخادع في الحقيقة مصر لديها ميزة إضافية لأنهم إذا لم يخسروا أمام غانا فهم متقدمون على غانا وأعتقد أن على مصر أن تفوز على كابفردي للتأهل لدور الستة عشر ولكن كما قلت من قبل أن تتعادل في الدقيقة الأخيرة هذا يعطي ثقة للفريق ويعطيك شيء اللي تبني عليه أما غانا التي خسرت في الدقيقة الأخيرة فهي تحبط معنويات الفريق الغاني وتدمر الثقة الفريق في نفسه وهم في موقف سيء لأنهم في ذيل المجموعة وسيواجهون مصر وغانا لابد أن تفوز على مصر لكي تقف على قدميها ولكن أعتقد أن الميزة تصب في صالح مصر وليس غانا النهاردة محمد صلاح لعب في مركز مختلف عن مركزه في ليفر بول يعني شفناه تحت رأس الحربة ما شفناهش كتير على الأطراف تا ما بنشوفه في ليفر بول وجهة نظرك الشخصية هل ده أفضل مكان له ولا تشوف أنه لو لعب على الطرف الأيمن هيكون أكثر جدية في الأداء أو استفادة أو إفادة للمنتقب الوطني أعتقد أن الكرة الإفريقية تختلف عن الكرة الأوروبية خاصة كرة القدم في الأندية لأنك تلعب أمام لعبين مختلفين وتلعب أمام لعبين ذوي عقليات مختلفة وبالتأكيد محمد صلاح للأسف هو لاعب لابد من مراقبته وأي فريق يلعب أمام مصر وسيواجه صلاح عليهم أن يراقبوه دائما ومهمة المدير الفني هي محاولة إيجاد مركز مريح لصلاح لكي يحصل منه على أفضل نتيجة الأمر صعب فعلا على صلاح وعلى المدير الفني لأنه لو لم يؤدي صلاح سينتقدون المدير الفني أكثر مما ينتقد صلاح وعلى المدير والشيء الذي لا نقاش فيه هو أن صلاح واحد من أعظم اللاعبين الأفريق ولابد أن يكون صلاح أميناً مع المدير الفني ويقول له أن هذا المكان يناسبني أو هذا المكان هو الذي أستطيع أن أساعد الفريق من خلاله وأكون في أفضل حالاتي مع الفريق وأعتقد أن هذا سيساعد كثيرا جميل